مازالت الاتفاقية التي عقدت بين الصين وإيران مطلع الشهر الماضي تثير الجدل داخلياً وخارجياً لسيماً من قبل الولايات المتحدة وفي هذا السياق اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن اتفاقية الـ 25 عاماً بين البلدين ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط تتواصل عمليات الإجلاء لألاف المواطنين بسبب اندلاع حرائق الغابات شرقي لوس أنجلس حيث أجبرت تواقم الإغاثة على مكافحة النيران مع ارتفاع درجات حرارة التقصي بشكل كبير وبحسب هيئة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا فقد بلغت مساحة الحرائق في مقاطعة ريفرسايد أكثر من 80 كم مربعاً في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن وقوع إصابات